استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية صباح اليوم فريق عمل الشرق الأوسط والخليج بمجلس الاتحاد الأوروبي برئاسة السيد روبيرتو ستاورسي وذلك بحضور سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية وسعادة اللواء محمد بحمود الوكيل المساعد للشؤون القانونية وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة وفد الاتحاد الأوروبي والتي تأتي في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر مشيدا بالعلاقات التي تجمع مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي وأكد معالي الوزير أن البحرين مجتمع واحد ومنفتح وماض في العمل على ترسيخ الوطنية في إطار دولة المؤسسات والقانون مضيفا أن وزارة الداخلية ماضية في مسيرة التطوير والتحديث ومواجهة كافة التحديات الأمنية وخلال اللقاء اطلع وفد مجلس الاتحاد الأوروبي على إجاز تضمن جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام العام وتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين كما تضمن الإجاز عرض نماذج من الأسلحة والمعدات المضبوطة والتي تم استخدامها في ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال العنف والتخريب حضر اللقاء مدير المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية موسيقى